السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي التربية الإسلامية للصف الخامس اللي ابتدائي عند الدرس الخامس آداب إسلامية احترام النظام والقانون صفحة 76 انحل مناقشة صفحة 77 يلا عيني أولا القانون مهم وضح ذلك جواب صفحة 76 جواب السؤال الأول يقول أن القانون والنظام هو لصالح كل إنسان وعلينا أن نحترم القانون ونساعد الشرطة والموظفين على حفظ النظام وتطبيق القانون لحد هنا جواب السؤال الأول من المناقشة ثانيا هل يأمرنا الله تعالى بإطاعة القانون اذكر آية تتحدث عن ذلك جواب النقطة الثانية من حل المناقشة صفحة 76 إن الله يأمرنا بإطاعة القانون والنظام والسلطة الشرعية التي تحمل قانون والنظام بما فيه من صالح المجتمع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا طيعوا الله وطيعوا الرسول وأول الأمر منكم صدق الله العلي العظيم ثالثا اذكر بعض الأمثلة عن القوانين واذكر فوائدها هذه الأمثلة منها إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات لتنظيم عمل المطاعم ومحلات بيع الأغذية والمرطبات واللحوم وأن هذه التعليمات تأمر بالحفاظ على النظافة ومراعاة قواعد الصحة وتمنع بيع الأغذية التالفة رابعا اذكر آثار مخالفة لهذه القوانين ومن يخالف القانون والنظام فإنه يضر نفسه ويضر الآخرين ويجلب العقاب والخسارة على نفسه هاي عيني حل مناقشة احترام النظام والقانون صفحة 77 وبالتوفيق يا ربه